حرية الصحافة هذه ما فيش شك حرية الصحافة هي ركيزة اساسية لأي نظام ديمقراطي ولا يمكن لأي نظام أن يزعم أنه نظام ديمقراطي دون أن تتوفر حرية الصحافة وحرية الصحافة ليست كلمة انشائية ولكن هي مفهوم خلاصة تقوم على جملة من المؤشرات وهو ما تعتمده عدد من المنظمات التي تقدم هذه التصنيفات الدولية مثل التصنيف لقدمته رسف وهي اللي كنت تذكر فيه منذ حين اللي يقدم هذه التصنيفات الدولية وفق المؤشرات السياسية الاقتصادية الاجتماعية الأمنية وكذلك المؤشرات التشريعية أي أن القضية ليست قضية شهوى ولكن هي قضية مؤشر بناء على هذا المؤشر ثمسكار وبناء على هذه الرصيد يمكن احتساب أو حسبان تصنيف دولة ما ضمن هذه القائمة المذكورة منذ حين على 180 دولة وطبعا حرية الصحافة عندما نقول هي ركيزة أساسية لكل نظام ديمقراطي حرية الصحافة هي تقوم على حرية الضمير حرية التفكير حرية الرأي وحرية التعبير أي لا يكفي أن تعتقد فيما تشاء في بينك وبين نفسك أو في بيت مغلق ينبغي أن تكون لك أيضا الضمنات حتى تعبر عن ما تعتقد أنه رأي أنه ضمير أن تعبر عنه أمام البقية دون أن تطالك أي يد هذا حديث على موضوع حرية الصحافة هو سنة 1993 منذ أقرت اليونيسكو بتوسية من اليونيسكو للجمعية العامة للأمم المتحدة تم إقرار هذا اليوم نهار 3 ماي من كل عام يوم عالمي لحرية الصحافة وأذكر أنه قبل تلك السنوات وقد كنت صحفيا محترفا منذ 36 سنة وأعرف كيف كانت جمعية الصحفيين التونسيين حتى قبل إقرار هذا اليوم وحتى قبل أن تتحول إلى نقابة وطنية للصحفيين كانت في موعد ولكن في موعد لي سياغة أفكار يمكن أن تذهب عكس الطيار ولكن قدمت الضريبة 1993 تم إقرار هذا اليوم وكانت السلطة السياسية هي التي تعمد إلى تكليف بعض من أعوانها لكتابة التقرير السنوي من عام 1990 تقريبا إلى حدود 2007-2008 في معركة النقابة الوطنية للصحفيين والمؤتمر والانقلاب على النقابة الوطنية وين ثم وقتها إصرار لوضع تقرير لحرية الصحافة ينافي ما كان سابق ودرجت عليه بلادنا هذا ما يعنيش معز أن كل شيء كان كما ينبغي هي معركة مستمرة بعد الثورة تم تحسيل مكاسة بعديدة لا يمكن أن تنكر بعد الثورة في العشرية الماضية أو أكثر من العشرية الماضية حيث تقدمت تونس في المراتب بين 75-50 وأكبر نسبة كانت عامة 2019 أفضل رتبة متقدمة لتونس الدول المتقدمة في التنمية البشرية وفي التعليم وفي الاقتصاد وفي المجتمع هي بيضا متقدمة في حرية الصحافة إذن ثم طبعا استثناءات حاصلة مثل ما كان يحكي منذ وحين خليفة لأن هذه المراسد وهذه المنظمة الدولية رغم أن التقرير الأخير لأرساف وكنت بإسعداد قراءته منذ وحين يتحدث على أساس أنه في فقرة مطولة على الاعتداءات التي قامت بها دولة الكيانة الصهيوني وذكرت هي 100 من الصحفيين التي تم قتلهم هما أكبر وصلت حتى الـ 141 141 تمام ولأساف اذكر مياه وذكر عشرين نوع من الإصابات والتهجير والتنكيل فقط هما وسطه 141 كما ذكرت منذ وحين إذن معز بعد قليل نرجع لهذه المؤشرات باش نشوفه بلادنا وين وكنشوفه أنه الآن وصلنا إلى المرتبة أحنا الآن في مرتبة مياه وثمونتاش تقدمنا ثلاثة مراتب على عام ناول عام ناول 121 وهذا يعني أنه هذه الحرية هي حرية الصحافة يعني تتقدم وتتأخر وفق ظروف معينة بعد نحكي في المؤشرات وعلاقتها بهذه المرتبة التي تحظى بها بلادنا في حرية الصحافة ولكنها تحظى منذ سنوات بمرتبة متقدمة كانت في السبعينات كانت في السبعين المرتبة الآن ثلاثة وثلاثين مريتانية مريتانية تقدمت ما نعرف هل المؤشر السياسي الاقتصادي الامني تماما التشريعي هذه مسألة ممكن للتداول والخوض فيها والخوض فيها